ان انت تعمل سلوك افضل مليون مرة في التربية من انك انت تتكلم مع اولادك فانتو عايزين تبقى اولادكم عندهم يقين خليكم انتو تعيشوا سكينة انا اقول لكم حاجة من غير ما تزعلوا في بعض الاحيين بيبقى احنا لان احنا مش قادرين يكون عندنا يقين عايزين اولادنا يبقى عندهم يقين عشان نعوض فيهم اللي احنا ما قدرناش نعملوا اولادنا مش هيبقى عندهم يقين لو احنا نفسنا ما عندنا سكينة وسكون مش هنيقدروا اولادنا يشربوا الطمأنينة غير من كاس قلوبنا واحنا قاعدين وحاسين ان نعم ربنا لن تنفد عشان كده عليكم بالتوقع ده فدي هيشربوا مننا نظرات عينينا واحنا مستبشرين بان الخير جاي دايما انا ما زالت اذكر ان والدتي كان بتعلمني ان الخير جاي فالخير جاي ده تخلاني طول الوقت الناس يجوا يقولولي هو انت ليه دايما كده بنحسك لما بنقعد معاك ان انت متفائل وعندك امان من الخير جاي اللي انا تعلمته فلازم احنا نعيش ده نعيش ده مهما كانت الظروف مهما كانت الاحوال لازم نعيش ان الخير جاي لازم اولادنا يشوفونا خطوتنا ما تهزتش خطوتنا ماشية ومكملة مكملة ليه؟ لان احنا عارفين ان الخير عند الله لان الله مالك كل شيء لا يصنع بتعاستنا شيء لكن اي ظرف صعب عندنا ده مقرر دراسي بنتعلم منه بنتعلم منه حاجة واحدة بس ان ربنا معانا يبقى كل ما الدنيا بتصعب علينا كل ما ربنا بيعلمنا انه هو معانا يعني وكأن لما الدنيا تصعب عايزين نتعلم درس ايه؟ اما ان يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوق يبقى احنا قاعدين مع الله سبحانه وتعالى لان احنا متيقنين بان هو معانا متيقنين بان هو سبحانه وتعالى لن يتركنا ما ودعك ربك وما قاله ده هو النور الاول اللي لازم يكون في قلوبنا النور التاني اللي احنا لازم نعلمه واللبنا التاني اللي لازم نحطه في قلوب اولادنا بسلكنا لبنا اسمها نور الديمومة فالهجرة بتعلمنا حقيقة مهمة اول ان الحياة مدرسة بتزكينا وبتخرج انمل ما فينا واحسن ما فينا وان الاحداث الصعبة مما كانت فيا مش نهاية الحياة انا عدت تأمل كده ليه الهجرة كان فيها رسول الله سيدنا ابو بكر ليه الهجرة ما كانتش فيها سيدنا رسول الله بس كان ممكن على فكرة ليه حضرة النبي خد معا سيدنا ابو بكر عارفين ليه؟ عشان يبقى حضرة النبي واحنا عارفين ايه؟ فسيدنا ابو بكر هو نموذج التربية اللي ترباها الناس بالهجرة اللي هو تربه بايه؟ بلبنا مهمة جدا جدا لبنا تنور ايه؟ الديمومة انت يا ابو بكر كنت خارج فرحان قوي بانك هتهاجر مع رسول الله بس في لحظة من اللحظات إلقت لحظة من اللحظات خفت لحظة من اللحظات خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن بتكونش خفت على نفسك زي ما بيحصل لنا انت مخفتش على نفسك انت خفت على أولادك بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمه لازم تستمر طول الحياة وانت في نور اليقين اللي احنا كنا متكلمين عنه يبقى ايه اللي حاصل؟ ممكن تكون بإداية الحياة مليانا بالنور والسعادة فالحياة استمر كده وربنا وعده لنا ان الحياة هتستمر في حضرته أليس الله بيكافر عبده فيبقى لازم عندنا نور الديمومة احنا هنفضل في حضرة ربنا يسيبك من الكلام اللي بتتعلمه في بعض الأحيان عند التدين الكمي ان اللي بيفعل المعصية او بيفهم الكبيرة ربنا بيرميه اوعى اوعى تخلي ابنك يحس الاحساس ده حتى وانت في اي ظرف من الظروف حتى لو كنت اسأت الادب مع الله انت في حضرة مولاك